أحسن الله إليكم هذا سائل يقول الشيخان الكريم ما حكم كثرة الحلف بالطلاق وهل تطلق المرأة إذا كان يكثر من الحلف لا يجوز للإنسان أن يكثر من التلفظ بالطلاق ولا يجوز له أن يكثر من الحلف بالله ولا تطع كل حلاف مهين ومن الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم منهم رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه والطلاق خطير لأنه يبعد عنه زوجته ويحصل به الفراق قد يكون فراقا بائنا فهذه الكلمة لا يتلاعب بها كالذي يتلاعب بالسلاح ثم يقتل نفسه عليه أن يتجنب التلفظ بالطلاق وأما إذا وقع منه شيء من الطلاق فعليه أن يراجع المحكمة الشرعية أو دار الإفتاء في الرياض نعم